اتفاق اولي بين وجهاء ذيبان والجهة الامنية في اللواء ينص على انسحاب قوات الدرك من البلدة مقابل انهاء مظاهر الاحتجاج التي استمرت على مدار الليلة الماضية اثرى ازالة خيمة نصبها المعتصمون على مدار الشهرين الماضيين تفاصيل احداث ذيبان في التقريرات تالي خيمة للمتعطلين عن العمل نصبت على مدار شهرين اثارت العديد من علامات الاستفهام تخلى لها طلب بازالتها عدة مرات الخيمة التي اكد القائمون عليها انها بهدف توفير فرص العمل للمتعطلين في ذيبان نوهت مصادر لرؤيا بان هذه الادعاءات غير دقيقة حيث ان الخيمة حملت شعارات ضد الدولة وباتت مركزا لتجمع الخارجين عن القانون وباتت اهدافها سياسيات تتجاوز مطالبات التوظيف اذ وفرت للمحتجين بعض الوظائف في القطاع الخاص ولكنهم رفضوها التطورات بعد ازالة الخيمة تسارعات وادت الى اشتباكات بين المحتجين وقوات الدراك اسفرت عن اصابة ثلاثة من مرتبات الدراك باسلحة اوتوماتيكية وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة لقوات الدراك اوضح ان قوة امنية واجهت خلال ادائها الواجب بالقاء القبض على اشخاص من الخارجين عن القانون اعمال شغب تمثلت باغلاق الطرق والاعتداء على المركز الامني في المنطقة حيث استخدمت قوات الدراك الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق مثيري الشغب الليلة التي عاشتها ذيبان على وقع الكر والفر بين المحتجين وقوات الدراك وتداول الاخبار عما يحدث انتهت مع فجر اليوم باتفاق اولي بين وجهاء ذيبان والجهات الامنية على ازالة جميع المظاهر الامنية المتمثلة بسحب قوات الدراك من منطقة دوار ذيبان موقع بناء خيمة الاحتجاج مقابل تعهد المحتجين بالتهدئة ومقابلة وجهاء اللواء لبعض المسؤولين بهدف بحث الحلول عن الازمة وتداعياتها